اشتركوا في القناة 300 صفحة 300 محافظة الدقاهلية إدارة شرق المنصورة السؤال الأول استمع وأكمل هنسمع مع بعض سؤال بإجابته وهنشوف نحط دائرة فأول اتنين بس أنا بستمع بركز جدا على الإجابة وفي السؤالين التنين أنا بركز على السؤال تعالوا نشوف مع بعض طيب نمبر 1 يعني كما عدد المرات اللي بتتناول فيها الدواء بتتناول الدواء مرتين في الأسبوع أنا سمعت نمبر B اللي هو هل أنت عادة بتستمع الموسيقى؟ نعم أنا عادة بستمع الموسيقى إذا أحنا سمعنا نمبر A نمبر 3 يعني إنت عايز تتناول إيه؟ رز وسماء نحنا نركز على السؤال اللي هو ماذا تريد أن تتناول؟ نمبر 4 أحنا نفتح من الساعة 9 للساعة 2 يبقى إحنا سمعنا إيه؟ اللي هو نمبر A نمبر 2 استمع وأكمل فيه قدامنا محادثة نقصة أربع كلمات المس أو المسر في الامتحان بيدخل يقول لنا الكلمة اللي نقصة وإحنا بنكتبها في الفراغ الصباح الخير أول كلمة هلب يساعد ممكن أي خدمة هل أستطيع مساعدتك؟ فقالت ياس بليز أي من فضلك أي من فضلك أي نوع الفطاير اللي عندك النهاردة؟ فقال لها عندنا فطاير باللمون تشري بالكريز وفطاير بالتفاح قالت له يعني كم ثمن فطاير الليمون قال لها بعشرة جنيه يبقى هاو ماتش بسأل على الثمن بهاو ماتش طيب قالت له أوكي إيل إي وان أنا حاخد واحدة إيل تيك وان اختار الإجابة الصحيحة هاو سبيس سبيس يعني نقط أو فراغ يا أولاد لما أقول كده سبيس يعرف أن أنا بقول نقط يعني كمام كم يتكلف سمن الدخول للمكان إحنا لسه إيلين إن إحنا نسأل على كم السمن بهاو ماتش هاو ماتش دي بتيجي برضا بمعنى كم كمية لو كنت بسأل على كمية المية كمية اللايش كمية تمام فهنا برضا بس هنا بقى معنى إيه مدام في كوست كده يبقى بأنا بتكلم على التمن كمية تكلف سمن الدخول للمكان نمبر تو طعم المفضل هو الفانيليا الطعم يعني فليور أو المزوق يعني الحاجة دي أنا بحبها بتعم الفانيليا بتعم الشوكولاتة يبقى فليور نمبر سري هل هي عايزة مكرونة سباجتة أول ما بلاقي يجب بعدهم الفعل في الانفينيتيف يعني في المصدر من غير أي إضافات اللي هنا من غير إضافات بمعنى يريد يبقى وون هل هي عايزة سباجتة؟ نمبر فور سوف نذهب لتناول العشاء آتقائي هنتناول العشاء فين؟ في بانك؟ في مدرسة؟ في مصرح؟ لا هنتناوله في الريسترانت في المطعم نمبر فايف تحت خمس سنوات بتاكل مجاناً نمبر سيكس هي شربت فنجان قهوة مبارح طب ما دام في هنا يستردي الكلام هنا في الماضي يبقى أنا أجيب الفعل في التصريف التاني يعني في الماضي بدل ما أقول درينك يشرب أقول إيه؟ هي إيه؟ شربت مبارح يبقى درينك درينك يشرب درينك شاربة ما دام لقيت يستردي وما فيش الكلام ما فيوش دد ولا حاجة يبقى أنا في الحالة دي هجيب الفعل إيه؟ في التصريف التاني يعني في الماضي هي شربت يبقى شي درينك أكاب أف كوفي يستردي طيب نمبر سيبن زي فيلم ستار نجمس سنمائي سمتايمز إيه أو إيج يعني أحياناً بيرتدي باروكة اسمها ويرز ويرز أبيج ويرز يرتدي إيه باروكة نمبر إيد أربع مرات في السنة يبقى فور تايمز أي يير الصفحة القدامها بيج سري هندرد وان صفحة تلتمية وواحد نمبر فور سيركال زا أود وان اندري بلايس it وز اكريكت وان حط داري حوالي كلمة مختلفة وستبدلها بكلمة مناسبة سكول مدرسة هوتيل فندق بوس أوفس مكتب بريد ونير بالكرب من طبعاً كلهم أماكن معدق نير بالكرب من واكتب أي مكان مثلاً أكتب زو حضي كد حيوان نمبر تو وير يعني أين دو يفعل وط ما أو ماذا وهو كيف كلهم أدوات استفهام معدق دو وممكن أكتب وين متى نمبر سري myself بنفسي himself بنفسه هير ملكها ourselves بأنفسنا كلهم ضماير منعكسة معدق هير حط علىها دايرة وخليها ضمير منعكسة خليها هير سلف بنفسها نمبر فور ساتر داي السبت وينيس داي الأربعة ماي شهر ماي وفراي داي الجمعة كلهم أيام الأسبوع معدق ماي وممكن أكتب يوم الحد سن داي نمبر فايف أكتب ممثل sometimes أحياناً always دائماً ووفن غالباً كلهم ظروف تكرار بتاعة المضارع البصير ما عاد أكتر ممثل وكتب ظرف تكرار زي never مثلاً أبداً نمبر فايف read the passage and answer the questions اقرأ الفقرة وأجب على الأسئلة سؤال الكمبرهنشن أو الفقرة نقرأ الفقرة جيداً ثم نجيب عن الأسئلة one day ذاتا يوم a girl was going into the city to sell some eggs كان في فتاة رايحة المدينة عشان تبيع بعض البيت she was carrying all the eggs in a basket on her head يعني كانت تحمل البيت في سلة على رأسها on her way a big bus come up behind here يعني هي في طريقها هي أوتوبيس كبير من وراها she didn't hear وما كانتش سامعة صوت الأوتوبيس يعني she jumped out of the way هي راح تقفزت في الطريق كده لما تخضت من صوت الأوتوبيس يعني أو مقرب عليها اتخضت راحت her basket fell to the ground سقطت السلة اللي كانت على رأسها على الأرض and all the eggs were broken وكل البيض تقصر a man shouted out of hair والراجل اللي هو كنسة العربية ده وتزعق لها قالها you should never carry all your eggs in one basket the girl was sad يعني الراجل قالها لها يجب أن تحملي كل البيض اللي معاك في سلة وحدة والفتاة كانت حزينة طبعا زيال لشالبيض بتاعها كله القصر اللي كانت هتبيعه number one the girl carried a in hair basket كانت شايلة إيه البنت في السلة بتاعتها كانت شايلة كل البيض all eggs number two the girl was going a zebus البنت إيه هو قالك الوتوبيس جي من وراها يبقى البنت دي كانت قدام الوتوبيس يبقى إيه in front of zebus كانت أمام الوتوبيس number three where was the girl going البنت كانت رايحها لفين أول سطر عندك في الفقرة قالك إن هي كانت رايحة المدينة عشان تبيع البيض يبقى هنقول هنا into the city to sell some eggs number two why was the girl لساد ليه البنت كانت حزينة عشان كل البيض اللي كان معها في السلة إيه وقع على الأرض والقصة بقى نقول إيه بسبب hair basket طبعا الكلام ده موجود في السطر التالت تمام من الفقرة بس نكتب قبلي because لما سألني لماذا بجاب because بسبب because hair basket بسبب إن السلة بتاعتها fill سقطت to the ground على الأرض واللي حصل and all the eggs وكل البيض and all the eggs were broken القصر number six write a paragraph of seven sentences اكتب فقرة إنشائية من سبع جمل على a nice lunch you had in a restaurant يعني غداء لطيف تناولته في مطعم تعالوا نشوف كتبنا البراجراف ده ازاي ده برضو البراجراف ده أنا كنت عاملاه على مطعم كبير هو بنفس الكلام اللي هنقوله على الغداء اللي تناولته في مطعم كبير لما اجي اكتب البراجراف بسيب مسافة كلمة في البداية وببدأ بحرف capital وما بين كل جملة ونقلة بحط full stop بنقطة والحرف اللي بعد full stop بحرف capital بكتب جمل بسيطة وصحيحة من المنهج اللي انا درست last week الاسبوع الماضي I had lunch تناولت الغداء with my family مع أسرتي in a big restaurant في مطعم كبير it was very clean كان نظيفا جدا surprises were good الأسعار كانت جيدة I ordered spaghetti and meatballs طلبت مكرون سباجتتي وكرات اللحم my family ordered roast beef أسرتي طلبت لحم بقري ما شوي and salad وصلطة we drank orange juice شربنا عصير برتقال the food was delicious الطعام كان لزيزا ألدنا الصفحة page 302 صفحة 1302 number 7 rearrange the following words to make correct sentences نسترتب الكلمات التالية عشان نتكون جمل صحيح never he to music lessons يعني هو مش بيستمع أبدا للموسيقى بنقول he never listens to music number 2 you ready are order two انت جاهست تطلب زي ما الجرسونا كده في الوحدة التانية قالت للناس هم الزبان قالت لهم انتوا جاهزين للطلب أو تطلبه يبقى قالت are you ready to order number 8 بيبقى في حاجتين هيتغيروا بكتب الجملة كاملة طبعا بحط شرطة تحت اللي انا غيرته how does عمر go to كايرو ازاي عمر بيروح القاهرة طبعا عندنا هنا اول حرف وفي الاخر عشان ده سؤال يعني باتنين جنيه للمصريين فيها فصل عليا وفي كلمة اسماء الجنسية بنكتب اول حرف كابيتل يبقى عندي هنا اي بتاعت ايجيبشنز ايه كابيتل بعد كده تست سيفن الاختبار السابع محافظة البحيرة ادارة حوش عيسة تعليمية number 1 listen and the circle استمع وقت how much are the apple boys كان تمن فطاير قال طفاح they are 5 باوندس ايتش الواحدة بخمسة جنيه يبقى احنا سمعنا number a كما عدد المرات اللي بتاخد فيها الدواء she takes medicine بتاخد الدواء 3 times a day 3 مرات في اليوم يبقى number b number do you ever drive a sports car هل سبق لك من قبل ويركب تعربة ريضية او قط تعربة ريضية يا سيدو نعم يبقى عندي هنا احنا اسمعنا number b do you ever drive a sports car number four is he the owner of the restaurant هل هو مالك المطعم no he isn't لا كيبقى احنا اسمعنا number a is he the owner of the restaurant هل هو مالك المطعم number two listen and complete استمع واكمل ايمان بتقول مونة where did you go yesterday مونة انت رحت فين امبرح يا مونة فقالت i went to a انا رحت المطعم what did you have تناول ايه التانية كلمة have فقالت i had one bowl of انا اكلت سلطنية ايه fruit salad صلات فواجه بعد كده اتلا did you get enough food انت حصلت على طعم كاف يعني كالت كويس فقالت no i didn't eat enough ما كلتش كتير i am to send انا رفيا اوي number three choose the correct answer اختار الاجابة الصحيحة yara want to go to the a to get some money yara هتروح فين عشان تحصل على بعض النقود هتروح السينما هتروح لسكول المدرسة هتروح البارك الحديق العمل هتروح البنك تجيب فلوس من البنك number two the film star نجم السينمائي is going to a some autographs يعني سوف يقوم بتوقيع بعض الاؤتوغرافات وإحنا عارفين ان going to دي بمعنى سوف يجي بعدها الفعل في المصدر من غير اي اضافات يبقى نختار اول كلمة اللي هي sign يعني وق number three look at احتياجاتك اللي انت محتاجه هنبص للجرس هريل استقائم المشتروات number four what's today's ايه قالك spaghetti and meat balls مكرون spaghetti وقرات اللحن what's today's special ايه طبق اليوم يعني في المطعم كده بقى في طبق يعني اكتر حاجة عاملينها في المطعم فانت اما تروح كده تقول what's today's special ايه طبق اليوم عندكم النهاردة في المطعم يقول لك بقى ايه الاكل اللي هم عاملينه اكتر حاجة الصفحة اللي قدامها page 303 صوحة 303 ميكملين في سؤال اختيارات number five no she is based on makeup لا هي ايه ابدا ما بتحط مكياج هي بقى she never طب انا اخترت لي never ما اخترت اي حاجة من دول عشان فيه no وفيه نافي هنا لا هي متحطش مكياج خالص طيب number six last week الاسبوع الماضي hasm space and accident حازم حصلت له ايه بعيد عنكم جميع بقى تشهر عليكم جميع حصلت له حادثة يبقى احنا عندي احنا كنا واغنين في الدرس ايه have an accident يعني يحصل له حادث طب انا الكلام هنا في الماضي عشان فيه كلمة last week دي طب الماضي بتاع هاف ايه had يبقى had an accident تمام طيب خلي بالي كده وانا بحل الجملة في زمن ايه اول ما شوف last week yesterday بعرف ان الكلام في الماضي على طول تمام اه يبقى هنا عندي ايه had number seven how space do you visit kite bay citadel يعني كمعدد المرات اللي انت زرت فيها قلعة kite bay كمعدد المرات اسمها how often number eight they had three a roast beef يعني هم مكلوا تلاتة ايه اه لحن بقري ما شوي تلاتة كنز كنزات فيه تلات كنزات لحم بقري ما شوي فيه بولز فيه سلاتين لحم ما شوي لا ما فيش فيه كبس فيه فنجين لحم ما شوي لا ما فيش فيه slices يعني شرايح كانوا تلات شرايح من اللحم البقري المشوي three slices of rest a beef number four circles the old one حط داري حالي الكلمة مختلفة واستبدلها studio bakery مغبس bike دراضة سياتر مسرح كلهم اماكن معادة bike ممكن اكتب اي مكان اكتب مسلا bank number two اكتر ممثل make يصنع chef طباخ او رئيس طباخين و dentist يعني طبيب اسنان كلهم وظايف معادة make ممكن اكتب vit طبيب بتري اكتب nurse doctor طب number three tea شاي ووتر ماية جوس عصير وبيتزا كلهم مشروبات معادة البيتزا ونكتب اي مشروب مثلا نكتب لبان ملك number four نير بالقرب من invent يعني اخترع above فوق و beside بجارب كلهم حروف جر خاصة بالمكان معادة invent وممكن نكتب behind خلف او وراء نكتب in front of نكتب next وكلها حروف جر خاصة بالمكان number five ready مستعد free مجانا cup finjan clean يعني نظيف كلهم صفات معادة cup finjan ونكتب اي صفة مثلا نكتب happy سعيد number five read the passage اقرأ الفقرة and answer the questions واجب عن الاي الاسئلة there are many interesting places in Egypt such as شرم الشيخ يعني يوجد هناك العديد من الاماكن المصيرة للاهتمام في مصر مثل شرم الشيخ it is a very beautiful city إنها مدينة جميلة جدا there are hundreds of shops يوجد هناك المئات من المحلات التجارية you can have delicious food and drinks in many restaurants and cafes يعني يمكنك تناول المأكلات والمشروبات اللذيذة في العديد من المطاعم والمقاهي you can dive in the sea and enjoy the warm sun on the beach يعني كمان إنت ممكن تغوص في البحر أو تستمتع بأشعة الشمس الدفئة اللي عشرة I visited it last year أنا زرتها السنة اللي فاتت people there are very friendly الناس هناك وددوين جدا أنا كونت كثير من الصداقات أنا كونتها أنا كنت سعيد جدا لقضاء أجازاتي هناك number one في شرم الشيخ there are hundreds of a في مئات الشابس المحلات التجاري number two شرم الشيخ is in شرم الشيخ دي فين موجودة فين موجودة in Asia في مصر number three when did you visit شرم الشيخ أنت زرت إمتى شرم الشيخ هو قال أنا زرتها last year العام الماضي اللي هو الكلام دوت كان موجود فين كان موجود في السطر بالضبط قبل الأخير تمام يبقى هنقول إيه هو قال I visited شرم الشيخ أو it last year السنة اللي فاتت طيب بعد كده where did you spend زاه وليدي انت قضيت فين الأجازة طبعا في شرم الشيخ يبقى in شرم الشيخ in شرم الشيخ قلبنا الصفحة بجي 304 صفحة 304 وفي سؤال البراجراف الفقرة الإنشائية من سبع جمل اكتب فقرة إنشائية عن الآيس كريم عن الآيس كريم تعال نشوف كتبنا إيه I like ice cream أنا بحب الأيس كريم It is my favorite dessert ده التحلية المفضلة لدي My favorite flavors يعني أطعامة المفضلة are vanilla هي الفانيليا and chocolate والشوكولات I buy it بشتري الأيس كريم from a shop من محل near my house بالقرب من منزلي It costs 6 pounds الأيس كريم بستة جنيه You can buy it at every grocery store ممكن تشريب من أي محل بقال من أي محل بقال يعني من أي مطجر بقال You can find a lot of flavors ممكن تلاقي أطعامة كثيرة Number 7 سؤال الترتيب Be back time he what will يعني في أي وقت سوف يرجع أو يعود هنقول what time will he be be back Number 2 goes to himself by school يعني كريم بيروح بنفسه للمدرسة تمام؟ من غير مساعدة حد يعني إذا بنقول كريم goes to school by himself number 8 سؤال علامات الترقيم هل التذكرة include بتشتمل على the mommy rooms غرفات الموميوات دخول غرفات الموميوات يعني طبعا عندي هنا إيه does أو الحرف capital وكمان عندي في الآخر question mark إيه علامة استفهيم أنا بقرأ قصص إنجليزية في المكتبة أو الحرف capital وإنجلش أسماء اللغات بنعمل أول حرف capital يعني English Arabic يعني هنا أول حرف capital بعد كده في test 8 الاختبار الثامن محافظة الإسماعيلية إدارة القصصين التعليمية السؤال الأول listen and circle استمع وضع دائرة was there a bank here هل كان فيه bank هنا no there wasn't لا ما كانش فيه يبقى احنا استمعنا الإجابة number B no there wasn't طيب number 2 how do you go to work إزاي بتروح لعمل buy car بالطيور number A number 3 when do you get haircut إمتى بتقص شعرك فقالك today النهاردة يبقى عندنا هنا number B when do you get a haircut number 4 are you open on Friday انتو بتفتحوا يوم الجمعة yes we are open daily احنا بنفتح بشكل يومي يبقى استمعنا للإجابة number A are you open on Friday are you open on Fridays هل انتو بتفتحوا في أيام الجمعة number 2 listen and complete استمع واكمل where did you go yesterday انترحت فين مبارح فقاله I went to Alexandria انا رحت اسكندرية قاله who did you go with انت رحت مع مين فقاله I went with my father رحت مع بابايا قاله what did you visit زرت ايه هناك فقاله I visited Alexandria library انا زرت مكتبة الاسكندرية الصفحة اللي قدام ها page 305 صفحة 305 سؤال الاختيارات my little sister اخت صغيرة is a a she bothers me and my friends all the time بتضيقني انا مصحابي طوال الوقت يبقى اخت ديت شخصية ايه مزعجة شخص مزعج يعني best خلي بالك في الامتحان ما بين best اللي هي بالبي ديت وbest التانية اللي هي بمعنها افضل دي يعني افضل لكن الشخص المزعج best اللي هي من سبيه بتقيلة ديت تمام طيب number 2 must film stars معظم نجوم السينما put on it to look more بيوتفل بيحطوا ايه عشان يبانوا اكثر جمالا بيحطوا make up make yes number 3 I can space the vegetables to help my mother يعني استطيع ان انا اقطع الخضروات عشان اساعد امي بعد كان انا اختر انه واحدة بقى هنا قدامي كلمة كان كان يعني استطيعه بيجي بعدها الفعل في المصدر من غير اي اضافات يبقى تختار تشوب على طول من غير اي اضافات number 4 we are going to a mass test tomorrow احنا بكرة هناخد امتحان رياضيات يبقى هنقول ايه we are going to take take a mass test يعني ااخد امتحان رياضيات طيب number 5 I do the laundry boy انا بخسل غسيل بنفسي اول ما لقى I بقى هنا I انا اختاره على طول myself بنفسي number 6 هي اشترت مشتروات بقالة بنفسها بالامس وقلنا كلمة يستردي من كلمات الدل على الماضي البسيط يبقى لما بشوفها بجيب الماضي بجيب تصريف التاني بالفعل الماضي بتاع بايا اشتري بوت هي اشترت شي بوت number 7 is there a bank space of the hotel يعني هل كان يوجد bank اه 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 يعني هنشوف بقى ايه بقى حرف الجر الخاص بالمكان اللي بيجي في off دي طبعا ايه in front of يعني امام تمام خلي بالك وانت بتحل نهير ما بيجيش بعدها حروف جر under بردك ما بيجيش بعدها حروف جر ناكس بيجي بعدها تو يبقى انا عندي in front of يعني هل يوجد bank اه امام الفندق اكي طب number 8 i hardly ever انا نادرة ما ايه انا after lunch انا نادرة ما باخد غفوة او بنام شوية بعد الغدا اسمها ايه اسمها تيك انا number 4 سؤال ضع دا ايه رحل من كلمة مختلفة كايرو القاهرة لندن لندن باريس باريس وي sunday يوم الاحد كلهم عواصمة عالمية مع هذا sunday ممكن اكتب روم هي روم عاصمة ايه ايطاليا number 2 library مكتبة بن قلم حبر bank يعني bank و post office مكتب بريد كلهم اماكن معادة بن وممكن اكتب school مدرسة number 3 fish يعني سمك rice rose وميت يو قابل وbread وخبز كلهم اكل معادة ميت ممكن اكتب ميت لحمة اللي هي كده اللي هي m-e-e-t تمام وممكن اكتب بقى اي اكل تاني مسلا اكتب salata number 4 sheep خروف ملك لبن water ماء وتيشاي كلهم مشروبات معادة شيء بخروف ممكن اكتب juice عصير number 5 car سيارة بص autobies mass رياضيات و train guitar كلهم وسائل مواصلات معادة mass وممكن اكتب دراجة bike number 5 read the passage and answer the questions سؤال الكمبرهنشن my name is نوسا انا اسمي نوسا i live in اسماعالية انا بعيش في اسماعالية it is a big city انها مدينة كبيرة there are many buildings in اسماعالية يعني يوجد العديد من المباني في الاسماعالية there are beautiful gardens يوجد حضائق جميلة i go to the garden with my family on friday يعني انا بذهب الى الحديقة مع عائلتي يوم الجمعة my father is a teacher بابا مدرس he works in amun school بيعمل في مدرسة amun my mother اسم المدرسة اسمها مدرسة amun my mother works in a bank ماما بتشتعل في bank the bank is across from the school يعني البنك ايه البنك عالجانب الاخر من المدرسة i love my city very much انا بحب مدينتي جدا number one the bank is a from the school يعني البنك يعتبر ايه بالنسبة للمدرسة across from يعني عالجانب ايه الاخر across from قلبنا صفحة بيت 306 صفحة 306 number two نوسا lives in نوسا عيشة في عيشة في اسماعالية في اسماعالية number three when do نوسا and her family go to the garden هما بيروحوا امتى هي وقصرتها للحديقة قالت كل يوم ومعي بتروح on friday طيب number four where does نوسا's father work اين يعمل والد نوسا بيقولنا بيشتغل في مدرسة امون يبقى نقول he works in امون امون ايه school he works in امون school number six write a paragraph of seven sentences اكتب paragraph من سبع جمل على visiting الكزاندريا زيارة الاسكندرية تعالوا نشوف كتبنا ايه مع بعض last holiday الاجازة اللي فاتت i went to الكزاندريا زهبت الى الاسكندرية i went there with my family زهبت الى هناك مع اسرتي we went by train زهبنا بالقطار we went to the sea زهبنا للبح we swam عمنا and played on the beach we لعبنا على الشاطق we visited the alexandra library زرنا مكتب الاسكندرية we went to the kite by citadel زهبنا الى قلعة kite by we were very happy كنا صادق جدا because we had a good time there عشان قضينا هناك وقت جيد number seven شعير الترتيب did they where go monday last يعني الى اين زهبوا يوم الاثنين الماضي يبقى نقول where did they go last monday number two she eliminated can of head يعني هي شربة كنز لمون تمام يبقى نقول ايه she had a can of limited number eight bank do it the falling سؤال علامة الترقيم who did محمد made in giza محمد قبل من في giza هو اول حرف capital وفي الاخر which mark ايه علامة استفهيم number two yes there is a bank in aswan ايوه في بنك في ايه اسwan يبقى عندي هنا في ابوستروفي فصل عليا في زيرز وفي الاخر فولستوب بنقطة عشان دي جملة خبرية بعد كده عندنا test 9 الاختبار التاسع اخر محافظة معانا النهاردة محافظة الاسكندرية ادارة الجمرك التعليمية number one listen and circle استمع وضع دائرة why is honey add the bus station ليه هاني في محطة الاوتوبيس to take the bus عشان ياخد الاوتوبيس او يركب الاوتوبيس يبقى عندي هنا اول واحدة a to take the bus number two how how much are the apple boys كم ثمن فطاير التفاح they are six pounds each الواحدة بستة جنيه يبقى احنا سمعنا number b number three how many cups do you have كم عدد الفناجين اللي انت بتتناولها i have three انا بتناول ثلاثة يبقى احنا سمعنا للسؤال number a how many cups do you have كم عدد الفناجين اللي بتتناولها طيب number four do you think هل بتعتقد it will rain انها هتمطر maybe ربما it's getting كلاودي بدأت تغيم طيب يبقى عندنا سمعت السؤال number a اللي هو do you think it will rain هل بتعتقد انها سوف هتمطر الصفحة اللي قدامها page 307 صفحة 307 السؤال الثاني listen and complete استمعوا عمل علي بيقول do you live اين تسكن او تعيش يبقى where do you live فقال له اسلام قال له i live in banha انا عايش في banha قال له do you live with انت عايش مع مين يبقى who do you live with انا عايش مع الاسرة بتاعتي عايش مع اسرتي do you study at school انت بتدرس في المدرسة فهو قال له no i don't لأ i work in a school انا بعمل في مدرسة number three choose the correct answer اختار الاجابة الصحيحة this car السيارة دي is a it costs a lot of money بتتكلف فلوس كتير السيارة دي يبقى السيارة دي expensive غالية السمن number two what did احمد is based yesterday يعني احمد اشترى ايه مبارح طبعا فيه did ولسه قالين لما بنلاقي do او د او د او او صبكيب بعدهم اشترى ايه احمد مبارح number three is based do you go to the cinema قال لك once a month بروح السينما مرة في الشر طب انا بسأل على كم عدد المرات بكلمة ايه how often كم عدد المرات اللي بتروح فيها السينما قال لك بروح مرة في الشر طيب number four in the park in the park children space the birds الاطفال بتعمل للطيور feed the birds بتأكل الطيور طبعا ليه انا مقلتش eat عشان خاطر ايه دي للناس الكبار يعني لو طفل كبير شوية لو انسان كبير نقول ايه بياكل لكن الاطفال البيبز الردع الصغيرين او الطيور والحيوانات انا بقول feed انا بطعامهم فاختر ايه feed في الحديقة feed تمام طيب number five we clean the tent احنا بننظف الخيمة buy بأنفسنا مدام we تختار على طول ourselves بأنفسنا we clean the tent buy ourselves احنا بننظف الخيمة بنفسنا number six i'll take a a of apple boy انا هاخد قطعة فطير التفاح يبقى a piece of apple boy طيب number seven my best a is vanilla يعني طعم المفضل هو الفانيليا my best flavor طعم او مضو number eight my mother momty always daiman does a on friday دايما بتغسل الغسيل يوم a الجمعة هي اسمها does the laundry بتغسل الغسيل السؤال الرابع سؤال دع دقائري حواني تكلمة مختلفة واستبدلها أبرل شهر إبريل ماي شهر مايو جون شهر يونيا و sunday يوم الحد كلهم شهور السنة معادة sunday دا يوم من أيام الأسبوع ونكتب جولاي اللي هو يوليا وبيسموه شهر يوليو طيب number two hot cold بارد start يبدأ وwarm دافي طيب أنا عندي هنا دي حالات الجو ساخن الجو حار بارد دافي وهنا start يبدأ طيب أجيب حاجة من حالات الجو اللي احنا كنا مغدينها في السنين اللي فاتت مثلا كلمة مشمس مشمس يعني sunny مشمس يعني sun طيب number three three يعني ثلاثة قبل طفاحة ex بيد وباي فطيرة كلهم أكل معادة رقم ثلاثة ممكن نكتب أي ما طبعا هنا كلهم أكل بقى أكتب أي أكل أنا ممكن مثلا أكتب مثلا rice or طيب بعد كده عندي هنا ايه تيأكل وسويم يسبح في لا يطير وبلو أزرق كلهم أفعال معادة كلمة بلو ممكن أكتب جو يزهر أو أي فعل طيب number five hotel fund train cotar library مكتبة station محطة كلهم أماكن معادة train cotar ممكن أكتب مكان مثلا أكتب بيت home آخر صفحة معانا النهاردة page 308 صفحة 308 number five read the passage اقرأ الفقرة and answer the questions وأجب عن الأسئلة علي has a big restaurant علي عنده مطعم كبير it's in the center of Cairo في وسط القاهرة its service بيقدم pizza and pasta pizza ومكارونا the prices الأسعار there are جيد الأسعار هناك جيدة يستر دي بالأمس هاني and his friend باسم هاني وصديقه باسم went to the restaurant راح المطعم on food بسيرا على الأقدام the restaurant المطعم is near their houses بالقرب من بيوتهم they had lunch زير تناولوا الغداء هناك they ate pizza and drank orange juice وتناولوا أو شربوا عصير البرتقال the food was delicious الطعام كان لذيزا أول سؤال هاني and باسم هاني وباسم went to the restaurant راح المطعم طبعا راح المطعم قريب على بيوتهم فراح on food يعني سيرا على الأقدام number two yesterday بالأمس هاني and باسم هاني وباسم had in the restaurant تناولوا وقبة في المطعم تناولوا الغداء number three what does the restaurant serve المطعم بيقدم في أول سطر خالص في الفقر قالك بيقدم بيتزا ومكارونا يبقيت service pizza and باسم number four what did هاني and باسم drink زير يعني شربوا هناك برتقال يبقى زيد rank orange juice شربوا عصير برتقال number six write a paragraph اكتفقرة انشائية of seven sentences من سبع جمل على a visit to the film studio زيارة لستوديو تصوير الأفلام تعالوا نشوف احنا كتبنا في ايه I went to a film studio yesterday أنا ذهبت لستوديو تصوير الأفلام بالأمس I saw the actors أنا شفت الممثلين they were I watched the actors rehearse اتفرقت على البروفب بتاعت الممثلين the actors الممثلين were وكذي كانوا لابسين بركات they were putting on make up وكانوا حطين مكياش كانوا بيحطوا مكياش I listened to music أنا كنت باستمع الموسيقى I was very happy أنا كنت سعيد جدا number seven سؤال الترتيب watched they rehearse the actors يعني هما شاهدوا البروفب بتاعت الممثلين يبقى زي watched the actors rehearse number two you when music do listen to يعني امتى بتستمع الموسيقى يبقى when do you listen to music بعد كده سؤال بانك تويت علامات الترقيم في كل حاجة هنغير حاجتين أحمد لعب شطرنج بالأمس أحمد أول حرف كابتل وفي الآخر بحط فلسطوب طبعا أنا في الامتحان بكتب الجملة كاملة تمام وبغير الحاجة اللي أنا غيرتها بحط احتشار طبعا number two did visit kairu هل سامي زار القاهرة did أو الحرف capital وكايرو ده اسم مدينة أسماء المدن والبلاد بعمل أول حرف capital وبكده نكون انتهينا من حل بعض المحافظات في كتاب bit by bit ستة بتدائي 2023 ترمي أول حلينا من صفحة 300 ل308 انتظرونا في حل بوكت تدريبات إن شاء الله مع تمانياتي لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا